ده عن الأهداف ماذا بقى عن التقييم للمباراتين الأهلي المكنة بقى مش طلعت قماش المكنة طلعت توب كامل الأهلي مع مسماني تقدر تقول إنه فعلا شكل تاني مسماني ما تعرفش هل هو كان في العزل ولا الرجل كان بيذاكر كويس قوي وبيعرف خصومه بشكل كويس قوي للدرجة اللي انت شفت فيها النادي الأهلي ده أمتع أو دي أمتع مباراة عملها النادي الأهلي السنة دي المباراة فعلا ممتعة فيها أداء جماعي وتكتيكي تحس إنه فيه سنفونية ركبة على بعضيها فيه تروس ماشي على بعضيها حلاوة الأداء كله إنه كان كل حاجة بتتعمل بسلاسة وكل حاجة بتتعمل ومزاج اللعيبة رايق وكل حاجة بتتعمل في الملعب وتحس إنه كله مذاكر وكله دارس والتغييرات والتبديلات كلها كانت تغييرات وتبديلات مجدية جدا جدا حسين الشحات اللي نزل في الدقيقة واحد وتلاتين وخرج تاني اللي هو رجع من إصابة سجل وصنع وأداء مميز جدا جدا الحقيقة عاجبني محمد شريفة جماعة في الكورة حاجة مهاجم إيجابي بيخلص على طول ما فيش ما فيش تأتأة ما فيش مشاكل فيه أهداف فيه نجاح للفرقة طاهر نفس القصة مبسوط جدا لطاهر النهاردة بسبب ظهوره بشكل كويس وأنا قلت لكم من اليوم الأولاني وما زلت متأكد كمان من حدثي ده إنه طاهر لعيب كبير لعيب يتحمل الضغوط ولعيب عنده كورة حلوة النهاردة بيعمل أسست رائع لكهرباء أسست حلو جدا وأداءه في الملعب فيه ثبات فعالي نعم خرج مصاب ونتمنى له الشفاء واللي سلامة حسب ما علمته هو كان عنده إصابة قبل كده أو زي كادمة قبل كده وهو بيتدرب فيه النيجر فيه عضلات البطن واضح إنه النهاردة كمان مع الالتحامات والكرات المشتركة الكتير حصل فيها شوية مشاكل لكن إن شاء الله بإذن الله حيرجع الأهل إيه بيكسب لعيبة الأهل إيه بيكسب صفقاته اللي موجودة النهاردة بقولك طاهر من اللعيبة كمان المميزة ظهرت بمستوى كويس كهرباء إيجابيته بتزيد ماتش عن التاني وتأكيد الراجل لفكرة إنه أنا خلاص دخلت وانسجمت وبيت موجود في نسيج الفرقة بيدي لك انطباع قد إنه هو مفيد كهرباء هو ده كهرباء المفيد هو ده كهرباء اللي بيسجل أهداف هو ده الأهلي هو ده هي دي طبيعة لعب النادي الأهلي نهاردة خبالك إنت لما بقايم أداة النادي الأهلي نهاردة ليه بتقول إنه أداة الأهلي ممتع وليه بتقول إنه أداة الأهلي جامد وليه بتقول إنه كل الحاجات دي ليه كده لأنه نهاردة قدام خصم حقيقي يعني أنت بتتكلم على الاتحاد السكنداري تحت القيادة الفنية لكابتن حسام حسن ففرقة فرقة محترمة فرقة كانت مصعبة الماتشات على أو صعابة الماتش على النادي الآلي في البطولة الماضية أو بطولة كاس مصر يمكن الفترة الزمنية ما هياش طويلة علشان كده احنا بنتكلم على فريق قوي فريق الاتحاد السكندالي لم يكن موفقا اليوم لكنه في النهاية لا تستطيع إلا وأن تذكر هذا الفريق بكل خير لأنه فريق محترم وبالتالي التقييم النهاردة لنادي الآلي بتقول النهاردة الآلي عمل ماتش كبير هو فعلا عمل ماتش كبير لأنه قدام فرقة كبيرة وقدام فرقة عنده مدير فني محترم هو كابتن حسام حسن ولذلك دايما احنا بنتكلم كده الأداء امتى تقيمه بشكل سليم ما يكونش قدامك خصم ضعيف ما يكونش حاجات شبه كده يعني يكون عندك غيابات الآلي عنده غيابات قدر ان هو يتغلب عليها وقدر ان هو يفوز على الاتحاد السكندالي بالنتيجة الكبيرة دي تلاقي أربع أهداف وكان بالإمكان على فكرة كمان انه النتيجة تزيد عن كده والتحاد السكندالي برضو كان عنده فرصة او اكتر كان ممكن يسجل منهم مباراة ممتعة الدوري بتاعنا بحلو بنشوف اداء مميز جدا جدا انما النادي الاهلي بالشكل ده واضح انه التروس بتركب على بعضها والمشاكل اللي كان لها علاقة بسوء التنفيذ من بعض اللاعبين لما بدأ يتلاشى سوء التنفيذ ده بدأت الترطاية بتاعت النادي الاهلي تباني الملامح بتاعتها فانت النهاردة بتشوف أداء فعلا فعلا أداء حلو يعني انت بتشوف النادي الاهلي النهاردة تقول فرقة حلوة فرقة عندها أداء ممتع ده لقاء الاهلي